تجمع ومثاق وقمة مرتقبة هي حصيلة الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية ثمان دول عربية بالإضافة إلى إيرتريا تطل على البحر الأحمر وخالج عدن ذلك بناء على مبادرة سعودية أعلنت في اجتماع عقدة بالرياض في ديسمبر كانون الأول 2018 الاجتماع الذي عقدة الاثنين شارك فيه وزراء خارجية اليمن والسعودية والأردن ومصر والسودان وجيبوتي والصومال وإيرتريا وأقر خلاله الوزراء الثمانية إنشاء مجلس جديد يعرف باسم مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخالج عدن ووقعوا على ميثاق المجلس العاهل السعودي الملك سلمان التقى الوزراء الثمانية وبارك خطوة إعلان المجلس الجديد ووعد بدعوة رؤساء الدول الثمان إلى قمة تعقد في الرياض في وقت لاحق وطبقا لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الوزراء الثمانية فإن التوقيع على ميثاق المجلس يأتي استشعارا من قيادات الدول الثمان لأهمية التنسيق والتشاور حول الممر الماء الحيوي والحفاظ على أمنها ومكتسباتها والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها إزاء ما وصفها بالأخطار المحدقة وفي ظل المرحلة الحساسة جدا التي تمر بها المنطقة احتكر الجانب السعودي الحديث عن المجلس الجديد الذي أثار توقيت الإعلان عنه العديد من الأسئلة حول الدوافع التي حملت السعودية لحشد الدول المطلة على البحر الأحمر وحرصها على إضافة خليج عدن إلى هذا التجمع على الرغم من أنها لا تطل على هذا الخليج وعما إذا كانت هذه الإضافة تعد مؤشرا على نفوذ سعودي طويل الأمد في من تعصف به الأزمات وينوء بالانقسامات جراء التدخل العسكري الذي تقهده السعودية في هذا البلد وقفت السعودية ومصر في مارس آذار من العام 1975 ضد مؤتمر قمة عقد للغرض ذاته في مدينة تعز بدعوة من الرئيسين الراحلين السودان جعفر محمد نيميري واليمن إبراهيم محمد الحمدي ودفع الرئيس الحمدي فيما بعد حياته ثمنا لهذا التحرك الذي استشعر من خلاله المسؤولية عن أمن منطقة حساسة والانتفاع بمزايا الموقع الاستراتيجي لبلاده وكان اللافت على هامش اجتماع الوزراء الثمانية اللقاء الذي عقده وزير الخارجية السعودي مع نظره المصري سامح شكري وتركز حول ما وصف بالتصعيد التركي في ليبيا على نحو يكشف المغزى الحقيقي لتحرك السعودي الذي يهدف على الأرجح إلى خلق منطقة نفوذ مغلقة أمام لاعبين إقليميين بعينهم لا أكثر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر